خضم كل ما يجري لا تزال أزمة مستحقات اليورو باندز في الواجهة وسط جدال بين مؤيد ورافض لدفع الأموال المستحقة وحدها القوات اللبنانية بقيت صامتة حتى اللحظة اليوم الاتجاه المنطقي ما فيك تدفع استحقاء وانت عارف ان الاستحقاء البعده ما فيك تدفعه والبعده ما فيك تدفعه وقتل تعرف انه ما فيك تدفع استحقاءاتك بدك تخط خطة صحيح التوجه واضح بعدم دفع الاستحقاء بس الاهم شو الخطة يلي بده تقارب عدم الدفع وبده تقارب كل الوضع الاقتصادي وبالتالي نحن اليوم ناطرين لتتقدم الخطة الكاملة كي بده يتعاطب كل الموضيع لحتى نخدد موقفنا لا يخفي عدوان وجود خطوط عريضة للخطة الشاملة اولا اعادة هيكلة الدين اثنين اعادة هيكلة المصارف ثلاثة اعادة هيكلة وضع مصارف لبنان كله سوا اضافة الى نشوف كي بده يتعالج من خلال هالهيكلات الوضع الاقتصادي الشامل لانه كلنا بنعرف اذا ما فيه نمو واذا ما فيه ضخمال بالاقتصاد كل التدابير اللي رح نعملها رح تزيد الوضع تدهورا والاهم اليوم ماذا عن موقف القوات من حاكم مصارف لبنان رياض سلامي وان كانت اعادة هيكلة مصارف لبنان تستلزم تغيير الحاكم ما عنا هيك معارك شخصية ومعارك بتروحها الاشخاص نحن معاركنا وطنية اليوم الاداء تبع المصارف واداء مصرف لبنان وصلنا لهون برأيي انا ما بيقدير العلاج يتم الا باعادة نظر شاملة لوضع المصارف ولمصرف لبنان شو بيتطلب هالشي وقتل بتنخط الخطة بنقرر هالشي كيف افضل طريقة لحتى يتنفذ ومعنا نحن مشكلة يتغيروا الاشخاص او ما يتغيروا ولا مرة نحن كنا مخط شخص من قبيل مسير وطن في الشق القانوني يجزم عدوان ان في ملف اليوروبونز مخالفة مهمة في مخالفة كبيرة صايرة اخر شهرين قانونيا المصارف يلي باعت الاوروبونب لسنديق خارجية شو عم تعمل عمليا عمليا لانه دفع الاوروبونب بدو يتم عمليا من وداع الناس وبالتالي عم على حساب عم بيضبطوا اوضاع مصرفهم على حساب وداع الناس وهيدي فيها تضارب مصالح من مسؤولية الناس اذا المصارف ومصرف لبنان اخذوا هالودائع وتصرفوا فيها بما لا يجيز لهم الانون لانه اخذوا فيها مخاطر اليوم منه الوقت للمسؤوليات بس يوما من الايام الوضع للمعالجة كل واحد بدو يتحمل مسؤوليته امام الانون وما فيه يغرب من مسؤوليته في انتظار ما ستحمله الايام المقبلة من خطط تعيد هيكلة الازمات تبقى الاهم وداع الناس في ظل ازمة لم تترك سعرا على حاله فهل تأتي الخطط في الوقت المناسب ام بعد خراب البصرة حسان الرفاعي قناة الجديد